هذا اليوم يوم عزيز وكريم الفياض في لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية والسبب اتهامه بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان فلماذا في هذا الوقت تحديداً وقد مضى على التورط المزعوم أكثر من عام ولم يتبقى للإدارة الحالية سوى أيام يدرك الأمريكيون موقع الرجل فهو رئيس هيئة رسمية تعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية والقرار استهداف للحشد الشعبي وليس للفياض وحده وكان قرار البرلمان من موقعه ذاك المهم جداً كان صريحاً في التأكيد على ترد القوات الأمريكية المحتلة أو بتعبيره إخراجها من العراق لم يمضي على كلامه وقت وجيز حتى صدر القرار في واشنطن قد يكون ذاك غيظاً من فيض فالفياض أعاد تأكيد ما قاله قبل أسبوع ولعل ما قاله الجمعة هي القطرة التي أفاضت الكأس فكانت الخطوة العقابية من إدارة ترامب ويعد القرار أيضاً استمراراً للضغط على الحكومة العراقية فضلاً عن كونه محاولة لعزل الحشد الشعبي ألا يلتقي رئيسه المسؤولون العراقيون أو الأجانب كما ينطوي على تخويف المطالبين بانسحاب القوات الأمريكية من العراق ثم تسبب آخر محتمل هو مذكرة القبض العراقية بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على خلفية اغتيال أبو مهد المهندس ما يعزز الفرضية أن القرار الأمريكي أعقب المذكرة غداة صدورها ومن بينما يفسر الإجراء ترحيب به كبير من اللوب الصهيوني وتحريض منه لإدارة بايدن على معاقبة المزيد من قيادات الحشد الشعبي فأي غاية ترومها الإدارة الأمريكية وهي غارقة في مطباتها الداخلية يحاول ترامب عرقلة مهام خلفه بايدن على أكثر من صعيد خارجيا ولا سيما أن العراق مقبل على انتخابات حاسمة بعد أشهر ولعل الأمر يمثل دافعا آخر لقرار معاقبة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض شكرا